عرف اليمن قبل ثلاثة آلاف عام بحسب المؤرخين بأنه بلد الطيب والعسل منذ ذلك الحين وحتى الآن بقيت تجارة العسل إلى جانب القهوة اليمنية عنوان هذا البلد الواقعي جنوب غربي القارة الآسيوية تغير الحال في السنوات الأخيرة هنا في حجة شمال غربي اليمن أصبح لدى النحالين قصة مختلفة فالحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي لها نعكاساتها السلبية على تجارة العسل وهي واحدة من أضرار كثيرة طالت جميع المناحي الاقتصادية يرغب النحالون هنا في التنقل بنحلهم إلى مديريات ومناطق عدة تتبعاً لبواسم إنتاج العسل لكن هذا التنقل بين حيران وميدي وحرض وهي مناطق الرعي لم يعد ممكناً كما كان في السابق الحواجز الأمنية والألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي قد تضع حداً لهذه المغامرة غير المحسوبة الخطوط المقطوعة أيضاً أعاقت تجار العسل عن الوصول إلى أماكن النحالين فحتى من يملك منهم العسل الوافر والكميات الكبيرة لا يستطيع الوصول إلى السوق وبيع إنتاجه أما الصعوبات حق النحل في هذه الأيام صعوبات كثيرة صراحة لا تنقل يعني النحال ما معا إلا الموسم موسم العرج الآن هنا عندنا في حيران ما بيش عرج ما معاك لا تطرح في نفس البقعة لا تنقل ولا أي حاجة سيكون هذا العام عاماً صعباً على النحالين وعلى الأسر التي تعتمد في دخلها على هذه المهنة وستظل هذه الحرب الدائرة تبسط كل يوم غمامتها السوداء لتشمل كل شيء في هذا البلد ترجمة نانسي قنقر